انت محتاج ايه؟ الدعم والمساندة من كل جماهير مصر بكافة الاطياف وقبل ما البطولة تبدأ وإحنا قلنا من عند منتخب مصر مفيش ألوان كلنا بنساند منتخب مصر كلنا أملنا كبير في منتخب مصر وندعي وبندعم بنساند المنتخب المصر وكافة المنظومة عشان الكرة بتفرح الناس فانت لما تحقق فوز هتلاقي الجمهور والشعب المصر كله فرحالك فده شيء مهم انت بتتلقى كل هذا الدعم والمساندة وتلاقي داك في النهاية بالشكل ده فده ما يرضيش حد ده ما يرضيش أي حد انت محتاج ايه؟ انت عندك المنتخب اللي جاي ده كسب غانا اللي تعادلت معاك كسب في المباراة اللي فاتت موزنبيق 3-0 اللي تعادل معاك فانت قدام تحدي مهم جدا جدا بالنسبالك انت دي مباراة بقى مباراة حياة وموت زي ما بتقال كده مباراة لرد اعتبار مباراة لرد الاعتبار من منتخب مصر ومن لعبة منتخب مصر لازم يبقوا فاهمين ده لازم يبقوا فاهمين ان الشارع المصري حزين تماما على اداء المنتخب المصري موضوع احنا مش فاهمين ليه؟ المدير الفني برضو فيتوريا ليه اخطاء كتير جدا شفناها في المباراة الاولى شفناها بتتكرر في المباراة التانية وما زلنا مسندين للجهاز الفني اللي منتخبنا ولللعيبة ولكن مفيش حد كبير على الانتقاد مفيش حد كبير على الانتقاد للعيبة ولا مدربين مهما كان بتتكلم على جهاز فني فيتوريا ماشي بشكل كويس جدا ده اول بقى محك حقيقي واول اختبار حقيقي للجهاز الفني المتخب مصر في بطولة رسمية مهمة جدا واهم محفل قري في قرة افريقيا انت بتغيب عن التتويج به من 14 سنة من 2010